السلام عليكم يا مساء السعادة هو ده طواجين السعادة شايفين شايفين السوس اللي نزل على ورق العنب ده حاجة كده عظمة حاجة تجنن كوارع بقى بالورق العنب روعة روعة يا بنات بصوا تجنن احنا ناكل واحدة بس اصلاك احنا عامين دايت لأ اخلي بالي على الدايت قوي هي واحدة كده اكدني ما عملتش حاجة يلا بينا بسرعة هنجيب بولة ونحط فيها تماطم مبشور نصف كيلو تماطم او ربع براحتكم اه ومعليها بصلية مبشورة ونجيب خضرة المحشي بتاعنا قطعنا كويس جدا معلقة فلفل اسمر معلقة صغيرة ملح سبع بهارات حبة نعناع كده بتوديها في حتة تانية خالص نقلب كل الكلام الجميل دا ونحط كباية الرز بتاعتنا ونقلب ونحط واحدة مرأة فورية بتديها برضو روعة بتخليها رحتة حلوة ومعلقة صلصة نقلب كل الكلام دا نرجي كل الكلام دا تمام تمام ننجيب بقى احلى توجن هندهدوا مادة دهنية ونحط جزر وبصل متقطع كده ولمون شرايح لمون يلا بينا اواريكو هنلف اول واحدة شكلها ازاي بصوا يا بنات حطينا بالمعلقة عشان ما يبقاش كتير لفنا اول واحدة وبعدين هنجيب الجنب اليمين دا ايوة زي ما انتم شايفين وضغط عليه لفة كمان وبعدين اجيب الجنب الشمال وكمل بقية اللف بتاعي حلوة قوي بصوا لا يمكن تفك يلا نكمل كل الكمية خلصنا كميتنا هنحط شرايح اللمون كده من فوق والليه الليه دي بقى ضاني روعة 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 بصوا من هنا البكرة بتدي طعم وريحة في حتة تانية خالص بجد جميلة قوي وحبت معلقة صغيرة سامنا بلدي طحفة وشوية جزر مبشورة وبصلية صغيرة كده على الوش مبشورة برضو وجاري نعمل احلى سوس للشربة بتاعتنا حطينا الشربة بتاعت الكوارئ ومعلقة صلصة وسمنا بلدي وبملح وفي الفلسمر وحطيناها وجاري في احلى فرن بص استاوت ازاي يلا نعمل احلى سوس جبنا الطوم بتاعنا وفي الفلسمر ومعلقة كوزبارة ناشفة وشوحنا كويس ونزلنا بقطع الكوارئ بتاعتنا تتشوح كده زي ما انتو شايفين بتباكباكة هو نحط المعلقة السرية بتاعتنا حطينا بصلية مبشورة وجزراية وفلفل الوان دربنا كل ده في الكابة ونزلنا معلقتين صلصة طماطم بيوري كده فرش يعني طماطم فرش كده ومعلقة سامنا بلدي ويا سلام لو وحدة كمان ماجي طحفة هنحط كل الكلام الجميل ده على المحسي واندخلوا الفرن ياخد تشويحة كده وايه بيجنن شايفين؟ شايفين اللون؟ لا تقولي صبحي كابر ولا تقولي ما عرفش مين؟ لا تعالوا هنا بقى وستوب عملنا احلى منبار داني روعة 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 بنفس التدبيلة اللي احنا عملناها من شوية جميل جدا ان شاء الله هنزلكم بالفيديو بتاعه بحبكم كتير قوي سلام عليكم